اشتركوا في القناة عشان ننشف شوية من النشر اللي في الرز وبعدين هشيله على جنبه في طبق بعدين هضيف معلقة كبيرة من الزيت وعليهم معلقة كبيرة من السكر وهخليها تتكرمل لحد لما يبقى لونها دهبي غامق بس مش محروق هضيف بصلة صغيرة متقطعة نعم قوي ونص معلقة صغيرة من القرفة ورشة من الجنزبيل الباودر وعليهم واحد معلقة صغيرة من الملح وربع كوباية من المكسرات المشكلة ومعلقة كبيرة من الزبيب وهضيف الرز ونشوحم كلهم شوية مع بعض هضيف كوباية وربع من المياه المغلية ونسويه خمس دقايق على نار عالية بتشكله تشرب شوية هحط تحته الشياطة ونسويه لمدة خمسة وعشرين دقيقة على نار هادية جدا وده بيبقى شكله بعد ما بيستوي مفلفل ورائع وسريع جدا جدا في عمله اتمنى تجربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا وما تنسونيش من اللايك والشير وسبسكرايب لاني بنجح بيكم فعلا شكرا للمشاهدة